أذكر حبيبك طبعاً وأنديمك وجبهتك محمد بركات اللي أثبت بشكل جدير جداً أنه هو لما كل بمهمة وطنية ومهمة أنه هو يكون مشرف على منتخب من المنتخبات مصر قدر أنه هو يوصل بيها لهدف بنسبة 2% وهو الأولمبيات وهو يمكن كان وعد أن أنا أروح الأولمبيات وفعلاً أوصى بوعده وهو طبعاً أنت عارف بها بركات يعني ما يتوصفش يعني كما أضيها إزاي هناك؟ قال لي بوشه أو بيهزر وبيتعجوا بتاعك؟ كده وكده يعني ساعات كده وساعات كده آه ساعات كده وساعات كده تهالي بعد المتشل الأولين أنا أخذ جنب أشوفه هيعمل إيه؟ داخل في إطار اللي هيهزر ههزر هعمل إيه؟ هيقلبه الشوء هنشوفها إيه لا يعني هنعمل إيه؟ آه إنما هو كان نموذج وكل الناس كانت مبسوطة به بشكل غير طبيعي لأنه هو كان آه عارف كان شعلاً رفعت ضغط العصبي اللي كان موجود على الجهاز بشكل جديد جداً فبحيه طبعاً من خلال بردامجك وعارف إن انت آه بتحبه وكنت مبسوط جداً لنجاحه ونجاحنا قلينا فحبيت أنه أنا حييه من خلالك يعني أعوال بكرة ماتش أهلي